النهاردة هنتكلم عن ميزة جديدة من جينيس بارك بقت موجودة وهي AI Slides وAI Slides بتمكنك من عمل بريزنتيشن من فورمات مختلفة يعني عندك PDF، عندك Word Document، عندك Excel Sheet هتقدر ترفعهم كلهم وتقدر ان انت تعمل منهم بريزنتيشن فكل الديتا هتكون موجودة داخل هذه البرزنتيشن طبعا دي ميزة جميلة جداً، النهاردة ان شاء الله هنجربها مع بعض مش بس كده انت ممكن تقوله اعمل لي بريزنتيشن من خلال Instructions مش لازم ترفع له ملفات مثلاً بفورمات مختلفة ممكن تقوله اعمل لي report عن حاجة معينة وتكلم بطريقة professional اكتئاز مثلاً McKinsey زي ما هم عطيين مثال McKinsey أو Goldman Company فبالتالي حيديك report professional وممكن ان انت تعمل edit على report ممكن تضيف فيديو، ممكن تطلب منه انه هو مثلاً سي عندك اكتر من شرط يحطها لك في شرط واحدة، ممكن تعمل اي edit على هذا ال report والبرزنتيشن هتكون جاهزة للاستخدام، فالAI بصراحة هي خطوة كويسة جداً انا من وجهة نظري داخل جونس فاركي اي اي، هتساعد بشكل كبير اللي عايز يحول ال data بتاعته في شكل presentation او لو انت حتى طالب ان هو يعملك presentation هو اللي يستخرج لك المعلومة يعني ممكن تقوله حضر لي presentation بتقدم مثلاً history بتاع 5 countries مثلاً عندهم اقدم حضارة او اعمل لي research مثلاً عن حاجة معينة اعمل edit مثلاً يديني relevant video، اديني relevant chart كل ده ممكن يعملك edit داخل presentation شان يلا بينا نجرب مع بعض جونس فارك سلايتس اي اي ونشوف هذه الميزة الجديدة تحوش في اي حتة حنرجع لكم مرة تانية متابعي قناة info take for you السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وسحة وسلامة وارجعنا لكم مرة تانية عشان نتكلم عن ال اي اي سلايتس اللي بقت متاحة دلوقتي داخل جونس فارك دوت اي اي حطتلك الرابط في الوصفة اسفل الفيديو وافكرك ان انت ديك 200 نقطة مجانية داخل جونس فارك تقدر ان انت تستخدمهم هبتدي هنا اروح على الميزة اللي هي اي اي سلايتس وابتدي ان انا اعمل كليك عليها وابتدي هنا احط الريكويست بتاعي او ادخل الريكويست بتاعي الريكويست عبارة عن ايه عبارة عن word document لو عايز اضيف معي كمان شوية صور ممكن اضيف زي ما قلتلك تقدر تضيف يعني الفورمات اللي انت عايزه عندك excel sheet عندك word عندك pdf اضيفهم مع بعض هو حيامل لك البرزنتيشن من خلال الفورماتس المختلفة دي ما فيش اي مشكلة في هذه النقطة هنا هبتدي ان انا ارفع word document وهنا هقوله ما make a presentation ممكن اقوله كمان a formal presentation على حسب انت هتعرض البرزنتيشن دي يعني على مين with professional shorts and ممكن اقوله shorts diagram and infographic ممكن اقوله act as mackenzie وابتدي ان انا ادوس enter هنا احنا على AI slide smooth زي ما انت شايف كده حتى اللون تغير هنا قال لي I will help you create a professional presentation with diagrams طبعا انت قدر تكتب باللغة العربية ما فيش اي مشكلة وهنا حيبتدي يستخدم التولز الموجودة فيه في عمل هذه البرزنتيشن والحاجة thinking بيبتدي ان هو يجمع الديتا بيعمل research بيبتدي بعد كده يكتب الكود المرحلة التالتة وهي الpreview يديني في الاخر خالص البرزنتيشن الانتهاء من السلايد الاول pact of artificial intelligence on jobs and global unemployment طبعا تقدر ان انت يعني تكتب له بالعربي لو انت عايز هنا هو combination ما بين ال Arabic والإنجليش زي ما احنا شايفين تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف وزيادة البطالة عالميا بيبتدي يخش على السلايد اللي بعد كده سلايد سلايد بينشئ سلايد سلايد اتمنى بس المتين نقطة نقدر نحنا نستخدمهم اكتر من مرة ولو ما استخدم نهمش اكتر من مرة هستخدمهم على الاكاونت الاخر تم الانتهاء من السلايد التاني هو طبعا اعطاهولي باللغة الإنجليزية لان انا كتبتله باللغة الإنجليزية لكن زي ما احنا شايفين نبدأ السلايد professional الشارس المستخدمها مستخدم المحتوى او الكونتنت اللي موجود داخل الورد دوكيمنت هو دلوقتي شغال على السلايد التانية هنستنى لحد ما يخلص كل السلايد ونرجع لكم مرة تانية تم الانتهاء من السلايد حاجة رائعة بصراحة وبروفيشنال جدا وانا طلبا يكون البرزنتيشن بروفيشنال عطاني الريجنال امباكت اناليسيز ده كل اللي موجود بالفعل داخل الدوكيمنت طبعا لما انت تيجي تشرح حاجة زي كده من خلال البرزنتيشن بتكون أسهل وأفضل ومور اتراكتف ان الشخص يركز معاك فيها زي ما احنا شايفين الجروينج جوب كاتيجوريز والكونكولوجين والستراتيجيك ريكمنديشن تقدر تروح تopen in new window تفتح معاك في new window بالمنظر ده في هنا play slides وفي كمان export pdf تقدر تعمل export للبرزنتيشن بتاعتك زي ما انت شايف كبدف حقيقي النتيجة رائعة وهنا اتحول لي pdf حقدر اعمله download نشوف مع بعض task تاني نيجي بها لي task التاني بشكل عام هو بيعمل task 1 بال200 نقطة عشان اكون معاك صريحة انا بستخدم account تاني عشان اقدر ان انا اشرح لكم هذا task هنا حبتدي ان انا اقول له انشئ عرض تقديمي احترافي باللغة العربية تناول موضوع السقوب مثلا السوداء يتضمن العرض الشرائح التالية مقدمة عن الفضاء وكون تعريف السقب الاسود كيف يتكون السقب الاسود انواع السقوب السوداء خصائف السقوب السوداء كيف نكتشف السقوب السوداء اشهر السقوب السوداء المهم طلبت منه السلايدز ايه هي يعني هتكون محتوها ايه بالظبط وبقول له خاتمة مع تساؤلات مفتوحة عن مستقبل استكشاف السقوب السوداء اجعل التصميم جذابا بصريا واستخدم صورا توضيحية ورسوا بيانية مناسبة ولغة مبسطة وسلسلة تناسب جمهورا عاما او طلابا في المرحلة الثانوية او الجامعية يعني هنا كمان حددت الجمهور هنا هبتدي ادوس انتر ونشوف النتيجة هتكون عاملة زي بعد ما يخلص كل السلايدز انتهاء من السلايدز والثقوب السوداء اصدر الكون العميقة باللغة العربية واللي طلبت بالضبط على طهولي ما هو الثقوب الاسود كيف يتكون انواع الثقوب السوداء خصائص الثقوب السوداء انواع الثقوب السوداء كيف نكتشف اشهر الثقوب السوداء لسه كمان شغال يعني لسه شغال حدستاننا شوية اعتقدت انه خلص طبعا هنا هو بيبتدي يستخدم التولز بتاعته او الاجين تولز علشان يبتدي يدور على الصور يدور على المصادر ويفلتر ويطلع لنا في الاخر خالص النتيجة اللي انتم بتشوفوها دي فانا شايف ان جين سبارك بداية جيدة جدا لحاجاتها عملية اكتر يعني التطبيقات العملية هتكون عليه بنوجه نظري واضحة اكتر وفايدتها اعلى هو من اوامر بسيطة قوي ممكن يطلع لي نتيجة كويسة قوي استخدمها بشكل عملي ملموس وواضح تم الانتهام البريزنتيشن نهائيا تقدر تروح زي ما قلت لك تفتحها في نيوتاب وتنزلها كBDF أو بلي سلايدز حاجة رائعة جدا انتر اكتف توفير وقت توفير مجهود وبتخلي كمان المادة التعليمية جزابة وتلفت النظر اكتر بدل ما يحصل ملل من الطريقة العادية او التقليدية في الشرح فانا اعتقد وبتكون قدامك الديتا كمان يعني زي ما انت شايف في ديتا في شورتز في دياجرام دايما لما بيكون في محتوى بصري بيكون افضل بكتير جدا من المحتوى المكتوب مثلا كتابة وخلاص لأ في حاجات بتوضح وفي ادوات توضيحية زي ما احنا شايفين ده بالنسبة لي تحديث النهاردة من جينيس باركي اي واعتقد ان انت ممكن تعمل بريزنتيشن واحدة بشكل يومي بشكل مجاني النهاردة ده اللي انا جربته من خلال جينيس باركي اي اتمنى تكون استفدتم زي ما بقولكم في نهاية كل فيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكمنت ده بيدعمنا وبيحفزنا ان احنا نقدم كل جديد ولكنت بتشوفنا الاول مرة وحاسن المحتوى اللي احنا بنقدمه بيفيد ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته